السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو دين من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتا النهاردة بازن الله نستعرض مميزات خرافية لبرنامج ريفز اربعة فاصل عشرة اللي من خلاله هنقدر نتخطى بميع متطلبات نسخة ويندوز حضوشر اربعة وعشرين ونقدر نستبتها على جميع الاجهزة المدعومة والغير مدعومة وكمان نقدر ننزل جميع نسخة الويندوز الاصلية اه من موقع ميكروسوفت وكمان نحرق الملفات على الفلاشة وكمان نستخرج الملفات المحروقة على الفلاشة ونحولها الملفة ايزو تقدر تحتفظ بها على جهازك وكمان نقدر نفعل خاصية الدرك مود عشان نخلي الواجهة بتاع البرنامج مريحة للعين لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية اول خطوة هنعملها بعد ما نحمل البرنامج على جهاز كمبيوتر الخاص بنا ان احنا نعمل عليه كليك يمين ونبدأ نشغاله كما سؤول خطوة دي مهم جدا هنبدأ اقول له نعم تمام هننتظر طبعا لما البرنامج يفتح معنا هنقول له نعم زي ما حركت شايف كده على طول هتلاقي البرنامج فتح بخاصية الدرك مود اللي موجود على جهاز كمبيوتر الخاص بك لو طبعا كنت مش مفعل خاصية الدرك مود هتلاقي البرنامج يفتح معاك بدون الدرك مود زي ما حركت شايف كده لما انا لغيت الدرك مود على جهاز كمبيوتر بتاعي البرنامج تحول للاضاءة الفتحة من افضل المميزات اللي تم اضافتها للبرنامج قدرتك على تحميل جميع نسخ الوندوز الاصلية زي ما حركت شايف كده تضغط على كلمة تنزيل جنب السهم المسادل تضغط عليها مرتين وتنتظر هيقول لك جاري التنزيل جاري تشغيل برنامج التنزيل كل اللي انت هتعمله هتنتظر هتلاقي زي ما حركت شايف كده فتح معاك بيخيرك انت عايز تحمل نسخة ويندوز 11 او ويندوز 10 طبعا انا هختار نسخة ويندوز 10 تضغط على كلمة متابعة وبعد كده كلمة متابعة كل اللي انت تعمله ان انت تنتظر بس الحديث ما يجهز لك الرابط الاصلية من موقع ميكروسوفي بعد كده هيطلب منك ان انت تختار اللغة اللي هتحمل بيها النسخة طيب حضرتك هتختار اللغة اللي تعجبك لكن انا بالنسبالي بفضل ان انا هحمل النسخة باللغة العربية فابدأ احدد اللغة العربية واضغط على متابعة هيبدأ يجهز لي على طول الرابط اللي حمل بيه النسخة من المتصفح زي ما حركت شايف كده التنزيل من المتصفح فابدأ اضغط على كلمة تنزيل هتلاقي المتصفح بتاعك فتح وثواني بسيطة وهتلاقي النسخة بدأت معاك في التحميل طبعا انا هعمل عملية ايقاف لتحميل النسخة لان انا همحملها قبل كده زي ما حضركت شايف كده لو انا عملت استعادة هتبدأ تحمل مرة تانية من افضل المميزات اللي موجودة ببتنامج ريفوز انه هو بيتخطى طبعا متطلبات نسخة ويندوز 11-24-H2-CQ-Ruboot شريحة TPM الحساب بتاع ميكروسوفت لاتصال بالانترنت كل انت هتعمله هتحدد النسخة بتاعتك انت شايلها فين هيبدأ يفتح لك جهاز الكمبيوتر الخاص بك هتبدأ تحدد له مكان النسخة زي ما حركت شايف كده هبدأ احدد مكان نسخة الويندوز زي ما حركت شايف كده هددت له مكان النسخة ابدأ اضغط على فتح هينتظر طبعا لما يعمل عملية فحص للنسخة تم الفحص بنجاح بالوقت ده تبدأ تختار مخطط تقسيم الهارد ديسك بتاعك اذا كان جي بي تي او ام بي ار طبعا انا مخطط تقسيم بتاعي جي بي تي فاختار جي بي تي حضرتك قبل ما تعمل الخطوة دي لازم تتأكد من نوع تقسيم الهارد ديسك بتاعك جي بي تي او ام بي ار عشان ما يحصلش معك مشكلة وانت بتحرق النسخة طيب هنيجي للخطوة اللي بعد كده نضغط على بيت طبعا هيبدأ يظهر معك كده قم بازالة متطلبات السيكي روبوت واللي هو شريحة تي بي ام قم بازالة متطلبات حساب ميكروسوفت عبر الانترنت طبعا هختار برضو قم بانشاء حساب محلي باستخدام آآ مصطفى نفس الحساب بتاعي ابدأ اعمل عملية تعطيل جميع البيانات خط يا سيلة الخصوصية هبدأ اعمل تعطيل لعملية التشفير التلقائي بتلوكر للجهاز الكمبيوتر الخاص بيك آآ خافا ان هو يشفر لك البرتشنات ومتقدرش تفتحها مرة تانية تبدأ تضغط على اوكي وبعد كده اوكي هو طبعا بينبهك ان هو يتم حرق كل آآ او مسح كل الحاجات اللي موجودة على الفلاشة زي ما حضرك شايف كده عملية حرق النسخة على الفلاشة بتتم بمنتهى السهولة والبساطة آآ طبعا في نهاية الفيديو في اهم ميزة موجودة في البرنامج هنستعرضها لحضرتك وهي ازاي ان انت لو كان معك فلاشة وعليها ملفات آآ محروق عليها نسخة ويندوز وانت حابب ان انت تاخد نسخة من هذه الملفات اللي موجودة على الفلاشة وتحاولها الملفة ايزو تحتفظ به على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك ده اللي بازن الله هنستعرضه في الميزة الاخيرة من مميزات آآ ريفوز اربعة فاصل عشرة الجديد تابع معايا الفيديو لنهاية زي ما حضرتك شايف كده تم الانتهاء من حرق الويندوز على الفلاشة بمنتهى البساطة كل اللي انت هتعمله هتضغط على كلمة آآ اغلق من اجمل المميزات اللي تم اضافتها لبرنامج ريفوز اربعة فاصل عشرة ان حضرتك اللي ما بتيجي تقف عليه وتعمل كليك يمين وتبدأ تشغله كما سقول وانت كنت حارق آآ نسخة ويندوز على فلاشة في امكانية ان انت تسحب آآ ملف ايزو من نسخة الويندوز اللي موجودة على الفلاشة يعني ايه يعني حضرتك مثلا كنت واخد من واحد صديق ليك فلاشة محروق عليها نسخة ويندوز عشرة او او اي نسخة ويندوز بامكانك ان انت عن طريق هذا البرنامج تحول الملفات بتاع الفلاشة لملف ايزو وممكن بعد كده تحتفظ بيه على جهازك وتحرقه على اي فلاشة مرة تانية زي ما حارك شايف كده كل انت هتعمله هتختار الخيار ده وتختار لا يمكن الاقلاع منه وتبدأ تختار اللي هو النوع ما اسم التقسيم الهارد ديسك بتاعك خليه جي بي تي او امي بي ار زي ما حارك شايف تمام كده وتبعد كده تبدأ تختار هنا اللي هو اني تي اف اس حسب الجهاز الخاص بك ونيجي عند اللي هو قم بانشاء صورة كورس للجهاز المحدد نبدأ نضغط عليه تمام زي ما حارك شايف كده هيبدأ يفتح معك تبدأ تقول له حفز كنوع تبدأ تختار اللي هو كملف ايزو زي ما حارك شايف كده تبدأ تحدد له اسم النسخة تمام زي ما حارك شايف كده انا سمتها نسخة ويندوز 11 24 اتش تو خدت نفس اسم النسخة اللي انا حرقتها طيب هبدأ اروح ده على مكان تاني خالص اللي هو سطح المكتب زي ما حارك شايف كده وابدأ اضغط على حفز تمام وابدأ اضغط على نعم في لحظات بسيطة هيقوم حفز لك نسخة على جهاز كمبيوتر الخاص بيك من ملفات الايزو المحروف زي ما حارك شايف كده على طول ظهرت معي نسخة ويندوز 11 24 اتش تو من الفلاشة يعني انا كنت حارق هذه النسخة على الفلاشة قدرت ان انا حول هذه الملفات لملف ايزو تقدر بعد كده تحرقه على فلاشة تانية او تحتفظ بيه على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك طبعا هننتظر لحين الانتهاء من تجميع ملف الايزو اللي انا بسحبه دوقتي من على الفلاشة زي ما حضراتك شايف بمنتهى البساطة تابع معي الفيديو زي ما حارك شايف كده الموضوع شارف على النهاية بقت 99% لحظات بسيطة وتنتهي النسخة من التجميع على سطح المكتب بشكل ملف ايزو تحتفظ بيه على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك زي ما حارك شايف كده انتهينا من الاحتفاظ بنسخة ايزو من ملفات الفلاشة على جهاز الكمبيوتر الخاص بينا دي تعتبر من اجمل الميزات اللي تم اضافتها في نسخة ريفوز اربعة فاصل عشرة نيجي لاخر خطوة في الفيديو بتاعنا هو ازاي نحمل نسخة ريفوز الجديدة ديت كل انت هتعمله هتيجي في المتصفح بتاك تكتب تلمي تريفوز تمام كده وتختار الخيار الاولاني ده وتنتظر لحديث ما الصفحة بتاع البرنامج تفتخ معاك بالصورة اللي حضرتك شايفها ديه هتبدأ تنزل وتختار اللي هو ريفوز اربعة فاصل عشرة النسخة المحمولة تضغط على داو اللود وتنتظر لحظات بسيطة لحديث ما تبدأ عملية تحميل النسخة معاك زي ما حارك شايف كده عملية التحميل بدأت هتقفل بقى صفحة طبعا البرنامج خفيف جدا حوالي اتنين نيجا الا حاجة بسيطة فهتنتظر لحين الانتهاء من تحميله عشان تستمتع بكل المميزات الخرافية اللي تم اضافتها للبرنامج طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شي جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد وما تنساش طبعا تكتب لي رأيك في المميزات دي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته